عاد فريق الطلبة الى سكة الانتصارات وحقق فوزا مستحقا قوامه ثلاثة اهداف على فريق الكهرباء في اطار الجولة الثانية للمجموعة الاولى من الدور الكروي الممتاز وعلى الرغم من الفوز المتحقق الا ان الملاك الفني المشرف على قيادة كرة الطلبة خرج مستاءا وغير راض على خشونة اداء لاعبي فريق الكهرباء يعني اعتقد نتيجة منطقية وما قدم الفريقين يعني استحقاقها بها بس اني ما يؤسبني ما حدث من بعض اللاعبين من ضرب ومن سوء تصرفات من قبل لاعبين الكهرباء ما اتمنى يعني انه جهاز الفني الفريق الكهرباء يحاسب لاعبي على هايش سلوكيات ما مرجوة منهم في دورينا يعني الدوري احنا نريد نصلح الاخطاء الكثيرة لبيه بغض النظر عن نتيجة اذا فاز الطلبة وخصر اذا فاز الكهرباء وبقي كل الفرق النجم الدولي يونس محمود شارك في بداية الشوط الثاني من المباراة بعد غياب دام 13 عاما عن الدور العراقي وفي اول لمسة له اسهم بصناعة هدف المباراة الثاني للطلاب بتمريرة ساحرة لللاعب الموهوب عبدالقادر طارق الذي لم يتوانى في ايداعها الشباك نعم احنا خسرنا المباراة وله لكن ما كنا سيئين في المباراة وله عوضنا الخسارة اللي خسرها المباراة وله اليوم اتصور يعني بعد عدة سنوات عاد جمهور نادي الطلبة الوضع الطبيعي من خلال تواجه التاعدي من خلال عودة محمود مدرب ولاعب كرة الكهرباء تأثروا بنتيجة المباراة وغادروا ارضية الملعب ممتنعين عن الادلاء باي تصريح باستثلاء عضو الهيئة الادارية نعيم صدام الذي كان مقتنعا بان كرة القدم فوز وخسارة اكيد يعني كرة قدم ومسألة الفوز والخسارة ممكن شوفنا الشوط الاول فريق كان ندقا وكان ممكن انه نتفوق الشوط الاول فرصتين ضاعا سهلات جدا على المهاجم وهذه كرة القدم فوز وخسارة عودة السفاح الى صفوف الانيق كان لها وقعها الايجابي فبالمباراة الاولى تمكن الطلاب من خطف ثلاث نقاط ثمينة ومثلها من الاهداف من امام فريق الكهرباء من بغداد محمد الخفاجي المدى